سلام عليكم ورحمة الله جنب البيت في حلاق شاطر ممتاز ونظيف يحلق بـ 25 ريال لكن أنت بتروح الحلاق في الحي اللي جنبك عشان تحلق بـ 20 ريال لأنه أرخص وعشان توفر لك 5 ريال لكن هل فعلاً ده أوفر؟ خلينا نحسبها بالورقة والقلم على افتراض عندك سيارة اشتريتها بـ 130 ألف ريال وعلى افتراض أنها بتعيش معك 10 سنوات الطبيعي أنك تقطع بكل سنة حوالي 30 ألف كيلومتر إجمع لعدد الكيلومترات بعد 10 سنين حوالي 300 ألف كيلومتر وطبيعي أنك بعد 300 ألف كيلومتر تغير إطارات وزيوت وفلاتر وفرامل وبطاريات وحتى تجدد الرخص وتأمين ومخالفات على أقل تقدير 50 ألف ريال ولو منصدق احسبها نضيف الخمسين على سعر السيارة سير 180 ألف ريال نقسمها على 300 ألف كيلومتر اللي حتكطعها في 10 سنوات يعني بيطلع معنا حوالي 0.6 هللات تكلفة الكيلومتر الواحد لما تمشي والافتراض أنه سيارتك بتعمل 9 كيلومتر كل لتر بنزين وسعر اللتر هو 2 ريال و18 هللة يعني الكيلومتر الواحد يكلفك حوالي 0.24 هللة بنزين حنضيفها على 0.6 اللي هو تكلفة الكيلومتر لسيارة تعيش 10 سنوات يطلع 0.84 هللة هي التكلفة الإجمالية التقريبية لكل كيلومتر في السيارة لآن تعال نضرب 0.84 هللة بالمسافة للحلاق البعيد اللي انت تبقى تروح له بمشوار رايح راجع 16 كيلومتر تقريبا يعني تكلفة المشوار الكلية بتكون 0.84 هللة ضرب 16 كيلومتر 13.6 هتضيف عليهم 20 ريال للحلاق بيطلع 33.6 ريال يعني أغلى من الحلاق اللي جنب بيتك ده غير إنك بتضيئ 20 دقيقة رايح جاي إضافة إلى مخاطر الطريق فلو أبوك قل لك ليه ما جيب طماطم من سوق الخضار وجيبته من البقالة اللي جنبك لا جيب سيرتي الله يرضى عليك في أمان الله